يعني أنا وقت في فضل ثلاث دقايق وعندي أسئلة كتير بس هحاول أخذ منهم سؤالين مهمين لأن فيه يوم خاص بيوم 11 يكون يوم الشباب وده يعني أنا بشوف دايما أن الشباب بدلوقتي بقى عندوا عيهم متحمس وفي دول كتيرة في تظاهرات من أجل المناخ خلينا نفكر كده هل ممكن الشباب بيخرجوا ببعض الأفكار يعني تساهم في حماية البيئة أو تساهم في إنقاذ الكوكب بشكل كبير جداً وهدي لحضرتك مثال حي إن إحنا النهاردة لسه كنا بنتكلم دلوقتي عن السولر بانيل أو الخلايا الشمسية كنا بنقول إن المشكلة الكبيرة عندنا في إيه؟ في البطاريات صح؟ النهاردة فيه مشروع معمول إن شاء الله هيطرح في المؤتمر بإذن الله بيناقش النقطة دي تحديداً يعني إحنا بنستبدل البطاريات بناخد الخلايا أو السولر بانيل بتاعت الطاقة الشمسية وبدل ما نخزن ده بالليل في بطاريات لأ ده هيتعامل من خلال تحويلها إلى طاقة حرارية والطاقة الحرارية دول أفريقيا وأكتر حد هيقدر استفيد منه أفريقيا ليه؟ يعني إحنا بناخد الطاقة الحرارية دي بتخزن في أحجار معينة بطربة معينة مش موجودة غير في أفريقيا يعني الأحجار مش موجودة غير في أفريقيا وعايز أقول الحقيقة هي غير مستخدمة يعني موجودة في أفريقيا بدون سعر هي غير مستخدمة وبكميات كبيرة جداً ففكرنا إن إحنا هناخد الجزء ده هو بيتعامله دلوقتي براية اختراع وبيدرس فكرنا ده معنى كده وحاكم شارك في ده آه ده حقيقي ده حاجة عظيم ده إحنا كان لازم يعني نبتدي بده طيب ده حقيقي فإن إحنا دلوقتي بناخد الطاقة الشمسية نحولها إلى طاقة حرارية بقى مش طاقة كهربية وبياخد الطاقة الحرارية عشان يتم تخزينها في النوع الأحجار اللي بقول لحضرتك عليها وباخد جزء منها أحوله من خلال التربينات إلى طاقة كهربية يبقى أنا أقدرت أستغل أو أستفيد بالطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربية من خلال التحويل الأولين للطاقة حرارية وقدر تخزن بدون مكلف ولا مالين والحقيقة إنه شباب كتير جدا أنا بشوف المسابقات اللي شباب الجامعات اللي بيسافروا بياخدوا جوايز في حاجات كتير جدا 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 ممكن استغلالها من الأفكار والاختراعات والابتكارات اللي بيقوم بها الشباب نتمنى أنه مشروع بتاع حضرتك ده يتم وساعتها بقى نستضيفك وتحكي لنا بقى بعد ما يعني ينجح للأسف أنا للأسف أنا وقتي للأسف انتهى وقت الهوى انتهى لكن ساعت جدا بلقاء حضرتك وأكيد يعني وقت ما يبتدي تنفيذ هذا المشروع لازم يكون لنا لقاء تاني للكلمة أنا بشكر حرج جدا شكرا جزيلا وشاهدينك العادة الوقت ما يمر بسرعة والقعدة وسطكم ما تشفياش منها لكن وقتنا خلص بكرة حلقة جديدة وأنا أشوفكم الحد الجاي شكرا جزيلا